طيلة فترة بقائه التي لم تتجاوز الأشهر في الداخل اليمني لفت عبد العزيز المفلحي مؤنظار إليه وإلى حماسته تجاه المدينة المليئة بتعقيدات ما بعد الحرب أمر عدن إنها عدن إذا قامت بدورها وأكد لكم لن يكون هناك فقيرا بل أنها ستستوعب من الطاقات العاملة بالملايين مش بالآلاف لا والله فليكون أفقنا أوسع وأبعد ونمارس التحدي بكل إرادة وفاعلية لنجد أنفسنا أمام العالم ليحترمنا على الأقل يقول هؤلاء هم يعلمون مكانتهم حاول من دون جدوى مزاولة أعماله من داخل مبنى المحافظة لكن الأخيرة كان قد أصبح مقرا لما أسمي بالمجلس الانتقالي الجنوبي زاد حجم التعقيدات وتقاطعت أهداف المشاريع الناشئة فغادر الرجل العاصمة المؤقتة إلى الرياض وبقي أمر مغادرته طي الصمت واختلاف وجهات النظر في الأسباب إلا أن الصمت لم يدم كثيرا لفت الرجل الأنظار إليه مرة أخرى ولكن هذه المرة من باب المغادرة وتقديم الاستقالة استقالة أثارت الكثير من الجدل وتحولت إلى رأي عام بالنظر إلى ما ورد فيها من أسباب لمغادرته منصبة فاتهم الحكومة ورئيسها تحديدا بخذلانه وعرقلة تحركاته وهذا بالذات ما أثار حفيظة البعض كونه لم يتطرق إلى العراقي للأخرى حسب رأيهم بينما آخرون أخذوا الرجل على سجيته وما عرف به من صراحة مبدين تفهما لما تضمنته الاستقالة كون الرجل أختار التعريج على الخطوط العريضة دون الدخول في تشعبات التفاصيل وإن يكن فالثابت أن عدن الواقعة في تجاذبات مشاريع محلية وإقليمية ضاقت ذرعا بالرجل وقاده صراع المصالح إلى أبواب موصودة اشتركوا في القناة